اليوم اذا تمر سبعة اشهر على تبو نمزور جابوه العسكر احد كبار العنصريين المرتزقة بعت لي امس احد الافاظل قال لي راوي يقول هذا يكذب قالنا مش رح تتم انتخابة 12 ديسمبر وتمت هذا على اساس انه يدافع عن العروبة والعربية وكان شن حملة زواف وترأسها وهو ليس اكثر من جاسوس اماراتي يقول قالنا لن تتم الانتخابات يا احمق لن تتم بمعنى الشعب الجزائري لا يعترف بها يا سفيه يا من تريدون حرب اهلية في البلاد انت وامثالك بمعنى الشعب الجزائري يخرج ويقول تبو نمزور جابوه العسكر نصف العصابة في السجون ونصفها مع التبون ليس بمعنى لا تتم ماديا لان لديهم الدبابات والجيش والشرطة والدرك وفرضوها فرضا في حين كان ملايين من الشعب الجزائري يتظاهر ولعل العاصمة لشهدة مئات الالاف وحدها يوم الاربعة ويوم الخميس والجمعة والسبت تشهد بذلك والصور موجودة يا سفهاء يا عملاء يا من زعمتم ان ستضردون فرنسا وفرنسا راح تسخن هذا الشتاع للحطب وتقضون على الزواف وتقضون لقبال الاحرام مو مش زواف الزواف بكل اسف كانوا من كل الجزائريين اللي استعملتهم فرنسا ليستعمار الجزائر وكملت بعدين بليتيراير والجيرين هذا هو التاريخ وهذه الحقائق وفي القبال مثل في العرب مثل الشاوية هناك المليح هناك القبيح هناك الأخيار وهناك الأشرار هناك العملاء وهناك الوطنيين هناك الشهداء وهناك الخوانة اللي رغم كثير منهم الآن يدي في درام مجاهدي يا سفهاء كنتم تريد حرب أهلية في البلاد أحرار البلاد أبطلوها كان يقودكم المقبور صالح أين هو اليوم قبروا وحدوا أمام عملوا إذا كنتم أصلا تؤمنون يا سفهاء الشعب قال تبون مزور جبوه العسكر وسيكون ذلك وسيسقط تبون وستسقط جنرالاتكم يا من تنتقلون إلى سيد من سيد إلى سيد هاو أصبح سيدكم الآن توفيق هاو عاد أركعوا له أخضعوا له أركانوا له ويخوضون في حمليات الحمد لله يوميا تتكشف هذه الوجوه أكثر فأكثر ويتكشف بؤسها وكثير من الذين خضعوا باسم الباديسية والنوفمبرية يعودون اليوم كثير من إخواننا في عدة أماكن تواصلوا معي ليقولون سمحونا أخطأنا فيكم وأنا أقولها وأعدها من أخطأ فينا عن غير قصد من أخطأ فينا وهو يعتقد أن الأحرار خونا والخونا أحرار فنحن قد سامحناه دنيا وآخرة أما من يمكر ويخادع وينافق فهؤلاء لن نسمح لهم لا دنيا ولا آخر إذا أنت مور سبعة أشهر ماذا حقق؟ جابنا الدراهم ولا مازال على قول خنا ملك ريحي استرجعنا الدراهم لقرع عرف والراهي بعشرات الملايير ولا مازال أتمنى على المساعد يعود يذكرنا بهذاك الفيديو اللي ديروا مع واحد القنوات اللي يقول له عشرات الملايير حبست الحرقة ولا زادت من اللي جاتبون زاد الخير ولا كملت البلاد كان أمامهم فرصة ستنائية جات الكورونا استوردوها بشكل رهيب صحيح هي حالة عالمية لكن هما فتحوا لها الأبواب ولا دلة واضحة وموجودة والناس تعرفها جايب الناس من كل مكان ويخرج جراد يقول ما نخلوش ولادنا في الخارج واللي رهم مرميين وماتوا بما فيهم اللي ماتوا في تركيا بعثوا لي بعض إخواننا في سعودية يبكون دما ما داهم ما جابوه ما خلوه السعودين يدوه لا شي ولا هم في حالة كارثية وفي في فرنسا وفي إسبانيا وفي ماليزيا وفي أندونيسيا وفي وكانت في مصر وفي كل مكان في تونس خلوهم يتعذبوا عذاب شديد بالرغم أنه كان أمامهم يفتحوا بحدود فقط فقط جاءت فرصة أمامهم امتداء من 15 مارس طلب الأحرار إخوانهم بأن يوقفوا المسيرات مؤقتا وجاءت فرصة يعني ربع شهر والعصابة هذه بدون ضغط شعبي بدون حرك بدون تقريبا الأمور توقفت والناس شافوا الكورونا قالوا طيب هناك بلاء وابتلاء خلينا نقف أمام هذا كان هذه الفرصة اللي جاتهم لأن بعضهم الآن يبرا يقول لك لا جات الكورونا عطلتنا لا لا ما عطلتكم شو الكورونا خدمتكم الكورونا ورقم حابين كون تبقى هذه الكورونا إلى الأبد خدمتكم الكورونا لو كان كان عندكم عقل في سبعة أشهر خاصة ربع أشهر منها حابس الأمور لو كان أجريتم مجموعة من التعديلات أعلنتم وظفتم ناس جديد بأفكار جديدة حتى اللي جابوهم على إعساس جديد كانوا من المرتزقة الفاشلين هذا اللي كان يقول للناس باللي هذا كفار يعتبر الحراك كفار هذا اللي عينه وزير الصناعة وش دار علم الغبار اللي تعلموا قال لك نسلموا الشركات المفلسة أو التعبانة إلى الجيش يعني أجبك جيش السيسي جنيرال مشرف على الكروفات جنيرال مشرف على الدجاج جنيرال مشرف على بيع البنان جنيرالات تحولوا كل واحد عنده هذا ليس نكتر أو الناس يقدروا يجيبوها ونتمنى على إخواننا ينشروها جنيرالات مصر تحولوا بعضهم إلى أنه رئيس قسم بيع الكروفات الجنبري كما يسمونها واحد رئيس قسم السردين وهكذا أعطوني بلد واحد بلد واحد تولى العسكر الاقتصاد فيه نجح كل التاريخ كل الدراسات تقول أن العسكر أفضلهم من يستطيع أن يدافع عن بلاده أو يخوذ الحروب يقتل أو يقتل يغزو أو يغزى هو أفضلهم هو هذا تأتون وطلع له علم الغبار هذا باش يجدير قال لك نعطوه سين فيه للعسكر يعني زادت خربة اكثر لماذا؟ لأنه فاشل وتلقى أوامر الحنوشة فبدأ يبرر لهم جبع المجديد يعني كوريا اليوم أو سنغافورة أو ماليزيا أو تركيا أو إسبانيا متى تطورت عندما رفعت أيدي العسكر عن الحكم أم قبل ذلك بعض الناس تحسوا من تركيا ما تحسوش يا إخواني من تركيا ليه يتحسس ما يتحسس انسى أن هذا أردوغان ما نشعر بوشنو شوف فقط ماذا حقق هو حزب مدني وكي نقوله تركيا نقوله سنغافورة ونقوله كوريا الجنوبية ما تحسوش هذه بلدان نجحت ولماذا هذه الأمثلة لأن هذه كانت كنا أفضل منها في الستينات والسبعينات والثمانينات حتى سامسونج اللي كثير من الناس رام يتفرجوا فيها الآن عن طريق تليفزيون أو تليفون سامسونج شركة واحدة تساوي الاقتصاد الجزائري قيمتها يعني أربع سنوات كل ما يصنعه الجزائريون ويبيعون وبيترول وغاز ومنش عارف أربع سنوات باش نقدر نشتلو سامسونج وهي شركة شركة من كوريا الجنوبية واحدة جاتهم فرصة إذن استثنائية لكن فقد الشيء لا يعطيها بالحيمر هذا اللي عسل الصحفي وكذا راح يشتري الإعلام خضع الإعلام وبقات هنا مرة يتكتب ما قال هنا مرة هناك مرة لم يستطع أن يتحملوا وقال لهم عاونونا نعاونوكم نعطوكم من أموال الشعب وأنتم أمدحوا تبون أمدحوا كذبون لكن خلينا ترحب بعض الأسئلة إلى المزور ومن معه وراهم دراهم الجزائريين اللي يقول ترك عارف وراهم سرقوه جبتها ولا ما جبتهاش خلينا عاود نذكر الجزائريين به قال بأني عارف وين الأموال جماعة العصابة وبأني نسترجحها وقدر نجيبها 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 كيف نجيبها نجيبها زينا أكد لك ما نقول لا أكد لك لأنا أكد لك لأنا نسترجحها نعرف من نجيبها نعرف إرها موجودة نعرف لن نجيبها عارف للمكان للمكان لأنا الأماكن بلدان في بلدان ما نقدر ما نسأل لأن أمور تطلب نوع من السرياء لا المتحرين ولا 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 أن مهم ما يقوم بقيمتها؟ ما يقوم بقيمتها؟ 10 ملاير أو 5 ملاير لا تتكلم على دولار لا لا 10 ملاير دولار لا بقيمتها ما هذا؟ لا أقول لا أعطي رقم لا أعطي رقم بصحبه عشرات ملاير الدولار مليار دولار هو 18 ألف مليار سنتين بسعر السوق معناه إذا كانوا فقط 50 مليار دولار أضربوا 18 بخمسين معناه 900 ألف مليار سنتين لو تتخسم على الأسر الجزائرية كل أسرة 150 مليون مباشرة غير من الأموال التي سرقت هذا بقوله قال عشرات الملاير الدولارات وما يقولش هذا التصريح اللي داروا يومها وكان يسموه مرشح كان المفروض يومها لو كان كان عندنا قضاء عادل وكان جاء وخذاه وحقق معاه يقول له لو رك تعرف المسروقات والراهي وما تقولش انترك شريك في الجريمة لو كان يأتي واحد يسرق ويدي حتى حاجة لدارهم يقدروا يعتقلوا والده والأخوه يقول له ما بلغت على جريمة ربما يسرق تليفون أو سرق سلسلة ذهب أو أو مئة الف يقول له ما بلغت على جريمة هذا حطه رايس بعد ما صرح بهذا حطه رايس باش يوريك قضاء تليفون وبعد سبع سنوات سبعة أشهر من ما يسمى بأنه رايس لم يعلنوا ولا على مليون واحد جابوه ما جابوهش مع أنه أطلقش حال من واحد كبر لصوص ونصهم طلقوه ونصهم والجزء كبير أصلاً لم يسجنوا يعني لكن آخرهم بن عمر بن عمر وحمادي لآخره وأسماء كثيرة وطويلة فالموضوع إذن سبعة أشهر لا شيء شيء آخر جاتهم الكورونا كانوا قادرين يخرجوا تنظيمات فيما يتعلق بالنقل فيما يتعلق بالإدارة فيما يتعلق يحطوا ناس في الأماكن الوالي اللي يروح ليجي أسوأ من اللي فات غيروا الولاد جابوا أسوأ من اللي فاته في الغالب غيروا مؤخراً الكوميسار أسوأ من اللي فاته في الغالب بما فيهم أخو أخو باللقصير الجنرال هاري الجنرال هاري في فرنسا جنرال دارك إذن جاتهم فرصة استثنائية لكن لا حياة لمن تنادي خلينا نذكروه ببعض الأشياء ونسألوا عليها لعلا لعلا عندهم إجابة يجاوبون يعني وإن كنا نعرف الإجابة ولكن لتثبيت الكذب على الكاذبين قبل أن نذهب إلى هذا الموضوع لعلكم شفتم أيضاً جريمة كبيرة أمس وقعت في أحد المستشفيات أعتقد أن هذا في العاصمة شوفوا خاصة شوفوا خاصة شوفوا حتى المكان تحتاج المستشفى فارني ساقبيس جينيكو كوفيد شوفوا حطونا هنا بيبي ميت شوفوا 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 حطونا كل اسم شوفوا شوفوا بيبي ميت جنين ميت هذا في بارني في العاصمة في قلب العاصمة جنين ميت حطينه في الثلاجة اللي يأكل ويشربوا منها الناس يبدو تعلموا ممرضين والله يا طباء حطين جنين ميت شوفوا إلى أي درجة وصل الاستهتار أخشان تعتقل هذه المرأة لأنهم كل الآن نرى موش راهم يديرهم يعتقلوا اللي يبلغ على الفساد والمفسدين باش يزيد يمتشر الفساد وهو ما يغطي الشمس بالغربال هو ما ظنن منهم أن توقيف هذا التبليغ عن الفساد يسكت الحالة موش عارفين بلي رح تنفجر تحت رجليهم وستذكرون ما أقول لكم أما القائمة خلينا نذكرها قائمة بوش كان ممكن أو وشن الأشياء اللي بعد سبعة شهر نذكروا بها ونقولوا أين وصلت الأمور عودة الأفلان والأرندي موش فقط عادة عادوا دالهم مؤتمرات وخرجوا كلهم بعد ما كانوا اختفوا وهربوا ونعرفوا بعض رؤوس مراهم في السجون خرجوا يتحدوا الشعب والسافية أنت على فعلان يقول لك سنعود بقوة جبهة تحرير ولم تعود جبهة تحرير إنما هي جبهة التخريب أصبحت آفة الآن هذه ليست جبهة تحرير اللي حرة البلاد هذه جبهة لصوص وصراق لكن يتحدى الشعب ويصرح ويقول سنعود وسنشكل الحكومة وسنكون وخرجوا يقدسوا في تبون بعد ما كانوا يقدسوا في محنط وكذبوا أمام الناس قال لك احنا ما كناش مع العودة الخامسة والعالم أجمع الأجنة في بطون أمهاتهم يعرفوا أن الأفلان والأرندي كان مع العودة الخامسة ماذا حقق في سبع شهر هذا؟ مزيد من السجون والمعتقلات للأحرار وحتى اللي يضطروا يطلقوهم أحمد بن محمد، كريم طابو، مصطفى قيرة، إبراهيم دواجي، ومئات يوضعوهم تحت التخويف قليل جداً، فوضي البومالة، الأخضر، بورقعة، كلهم كلهم ما زالوا يستنوا باش يفوتوا مرة أخرى عند قوضات التليفون هاوش حقق بعد سبعة أشهر التضييق على الإعلام بلا حدود، آخرها رسالة أول أمس رسالة بالحمر اللي ردوا عليه بعض الصحفيين اليوم لكن ردكم صراحةً رد ضعيف رد ضعيف وكأنه رد انتع إنسان طعمع لا أقول جميع، لكن البيان اللي خرج كان بيان تعبان من بعض إخوانا اللي بالمناسبة كثير اللي وقعوه وهم على الأقل بعض الصحفيين اللي ما زالوا يدافعوا على شرف مهنة الصحافة لكن أقول لكم كلما خفضتم لهم الجناح الذل كما يقال كلما تخفضتوا لهم كلما عفسوا لكم هادي عقلي ترونجاس لما يفهم هاش مش يفهم شيء أشيء أكثيرا كلمة حق يجب أن تقال وبقوة وحي الله الصحفيين الأحرار اللي يرنف السجون طبعاً ألغيت مواقع إخبارية نحنا بنسبة لينا المواقع التاعي من فترة زادوا الغتاء رشاد كثير من المواقع اللي هي مدخش للصف أغلق وش زن الصحفيين بما فيهم خالد رارني اللي تهموا بأنه خبارجي شكو اللي يتبان درك باللي راح خبارجي شكو اللي يطلب بتذلل في هاو تليفونه لو ماكرو هاو تصل به ماكرو هاو وكأن ماكرو هاو مالك مرسل من السماء تذلل وخضوع ليست من شيء من رجال فنبالك أن تكون من شيء من الجزائريين يا أسفاه على هذا اللي صبع تضييق على الحريات بقوانين جائرة عدلوا كثير من القوانين بما فيها إعادة الضبطية القضائية للدياليس لحنوشة باش يعتقلوا الناس كما يشاءون وبالمناسبة راح فيه واحد من إخواننا نتمنى أن المساعد يعود يذكرني باسمه خطفوه منذ شهر شهر لم يظهر عليه حتى أخبر طبعا الإدارة الكارثية للكورونا استطيعنا تكلم فيها لكم ساعات هذه من حصاد سبعة أشهر متاع المزور تبون أما التلفزيونات وأصبحت كلها أبواق وحتى شوية التلفزيونات أو اللي كانت أيام المحنط مرة مرة يخلوا برنامج كوميدي مرة مرة يخلوا برنامج صحفي يفوت الآن قالوا لهم حتى تلكورونا ما تكلموش عليه كل مغارع الأشياء الإيجابية مع أن الناس تشوفوا في الحقيقة مومش عارفين أنهم راهم يدمروا في عملاءهم من الصحفيين وفي قنواتهم أكثر فأكثر حينما ينتفذ الشعب سينهي هذه القنوات وهذه الأبواق لأنها ليست إعلام بروفاقاندا دعاية ودعاية فارغة رخيصة أزمة الحليب تستمر وشفنا المهرج تعوزير التجارة قال سيقضي عليها في أسابيع أمس فقط نشوف في إنشان تعشرات الأشخاص في الواد الواد هذه في هذه الأيام وأنا أعرفها كنت نمر عليها من طرابلوس إلى الأغواط فالغالب تكون درجة الحرارة على الستة أصباح كثير من خمسة وثلاثين على الاثناش إذا كانت خمسة وربعين راك محظوظ إذا كانت درجة الحرارة خمسة وربعين راك محظوظ وفي كثير من الحالات توصل خمسين عادي الناس ما زال دير لاشين وبالعشرات على أجل شكرة الحليب اللي هو غبره وماء لا قيمة له ليس له أي قيمة زادوا في الضرعي ضريبة جمركية على الهتف الشخصي المستورد غرامات ومخالفات حكموا سبعالاف سيارة في الفوريار هذا قالوا في العاصمة فقط يعني انتاء قهر غرامة جديدة البيئة تجميل استيراد سيارة أقل من ثلاث سنوات زيادات في سعر الوقود زيادات في ضريبة السيارات الجديدة زيادات في سعر تأمينات ضريبة على المواد الكهرومنزلية هذه كلها الدراهم اللي يلقاهم تبون من جيوب شعب الشعب المفقر اللي رهيز داد فخر هاول قدرهم لعشرات الملايين من دولارات هاول قاها من جيوب الشعب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر